إن معظم الروايات التي تتحدث عن المهدي محمد بن حسن العسكري بن قوسين تشيره إلى أنه كان في بيت أبيه في سرة من رأى يعني سامراء عاصمة الخلافة العباسية يوم ذاك وأن الذين شاهدوه في حياة أبيه شاهدوه فيها عند دفن أبو وتقول بعض الروايات أنه خرج للصلاة على جثمان أبيه هو ملاحق ومطارد ومختفي وأبوه مخفصة لخمس سنوات لما توفي أبوه قدام كل الناس يجي يصلي عليه شلون يجي يصلي عليه إذا هو خايف شوفوا تناقض بالرواياتي يعني أنه خرج للصلاة على جثمان أبيه طبعا كذب لا خرج ولا محزنون روايات تروى الذي توفيه ودفنه في سامراء وأنه التقى بعد ذلك بوفد قم جايين وفد قم يسألون على الإمام قولهم تعال يمي بالبيت الذي جاء يبحث عن الإمام الجديد لما يعرفه شوفوا أهل قم ذيك الأيام حسب رواياتهم أهل قم جايين إلى سامراء يبحثون من هو الإمام وراحوا إلى جعفر في البداية يعني ما كان يعرفون ما كنت شيء يسمى قائمة 12 واحد مسبقا يعرفون ولا يعرفون الحسن عسكر قالوا أنه عندي ولد واسمه فلان وأنه ظل يقولون حسب رواياتهم وأنه ظل مقيما في البيت إلى عوام طويلة حتى دهمته قوات المعتضد العباسي سنة 280 تقريبا فغاب في السرداب ركض بالسرداب واختفى بالسرداب وقد بنى الخليفة العباسي الناصر بالله قبة على ذلك السرداب لا تزال موجودة حتى اليوم واسم الخليفة العباسي يعني موجود بالباب باب السرداب وداخل على أحد المنابر ويزورها الشيعة من كل مكان هذه السرداب هذه وهي القبة المعروفة بقبة السرداب الغيبة إذا ترحون مركض الإمام العسكريين في مركض مذهب وفي قبة خضراء على جانب عيد كل إسرائيل هذه قبة السرداب في جوار قبر الإمامين الهادي والعسكري في مدينة السامراء الشمال بغداد ويورد الشيخ المفيد هم ذول المشيخ اللي جابونا النظريات ونظروها وصاغوها وسووها وركتبوها وجابونا إياها من ذاك اليوم إلى الآن نحن نقلدهم كلتنا نقلدهم العلماء يقلدون المراجع يقلدون الكذا يقلدون الشيخ المفيد الشيخ الطعفة يورد المفيد قصة رجل اسمه علي بن الحسين يقول أنه زار الإمام المهدي في بيته في سامراء وجلس عنده ثلاثة أيام كما يذكر قصة الحسن بن الفضل الذي يقول أنه ورد العسكر يعني ورد سامراء يسموه العسكر أيضا فبعث إليه الإمام المهدي صرة فيها دلانير يقول بس إحضر سامراء الإمام المهدي يسمع به أنه جايد بعت لي فلوس وينقل المفيد عن الحسن بن عبد الحميد أنه شك في أمر أحد وكلاع المهدي واسمه حاجز بن يزيد هذا يدي أخذ فلوس وين وديه وانت شنو سوي شك به يقول فذهب إلى العسكر إذا سامراء يعني فخرج إليه ما يؤكد صحة دعوة ذا عليك الوكيل وينهاه عن الشك طيب من وين خرج شلون خرج بيتمين شلون ما يقول حتى شاف الإمام المهدي بش يقول هناك خرج لها بسامراء يعني تركيب روايات آه أسهل التركيب وتأليف الروايات طيب الآن سؤال الثاني عندنا أقرأ كل كتب الغيبة الطوسي النعماني المفيد كلهم يتحدثون نفس القصة الزني كم هي مدة الغيبة لقد كانت مدة الغيبة في الأيام الأولى محددة بزمن قصير وكانت تتأرجح بأنه أيام وشهور أو سنين لا تتجاوز عدد أصابع اليدين سوف يظهر بعدين كما تقول روايات كثيرة يذكرها الكليني والطوسي المصادر كلها موجودة سألنا ده أختصر لأنه اللي يحب يتابع يراجع كتابي كل مصادر موجودة في الكتاب بينما كانت روايات أخرى تقول إنها ستطول الغيبة حوالي 30 أو 40 سنة أكثر شي وأشار بعض الروايات إلى تحديد مدة الغيبة بوقت قصير جدا وحداثة أمر الإمام المهدي عند الظهور يعني يكون شاب ما يكون رجال شايب وقد فسرها النعماني بحداثة أمره وقت إفضاء الإمامة إليه لأنه النعماني أجوه تقريبا 100 سنة 70-80 سنة فشاف لا إذا يقبل بها الروايات رح يصير مشكلة صارت جاوز الأربعين فقال يعني وقت ما يصير الإمام يكون هو حدث يعني شاب بعده مو وقت اللي يخرج أو كذا حاولي أول رواية ونقل الطوسي رواية أخرى عن الإمام الباكر ديك الأيام كان يتحدثون عن المهدي بس ما معلوم يا مهدي كان أي واحد يعني الثائر يقصدون إن صاحب هذا الأمر لا يتجاوز الأربعين لأن واحد قال لي أنت المهدي قال لي لا مو أنا المهدي أنا صرت أمر يجاوز الأربعين إن ذاك أمره بش شباب يعني بعد أول شبابه فركبوها على هذا المهدي قال أربعين سنة أمره وقالت روايات أخرى إن أمره قد يجاوز المئة والعشرين هم معقولة شوية يعني مئة وعشرين بينما روا الطوسي في مكان آخر عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصادق أنه قال ما تنكرون أن يمد الله لصاحبي هذا الأمر في الأمر كما مده لنوح في الأمر سوى لك رواية عن إمام الصادق الآن أنه الله يمدد الأمر زين الإمام الرضا ما كان يعرف هذه الرواية ما هو حفيد الإمام الصادق ليش قال للواقفية الذين قالوا بغيبة موسى بن جعفر وقفوا عليه وقالوا أنه غاب موسى بن جعفر طلع من السجين وشرد وغائب قال لهم لو كان الله يمد في أحد لو كان الله يعني بحاجة أن يمد أمر إنسان يطول عمره لا مد الله في أمر رسول الله لماذا يمد في أمر أبي شايف يش لون هذا المنطقة الصحية هذا منطقة أهل البيت أنه معقول واحد يغيب ويطول أمره ومدرشينه كل حشي مصفط بينما ورد على من استشكل طول مدة الغيبة هذا الطوسي يجب بعد مئتين سنة والإمام صار طويل فجاب لي روايات طويلة أيضا تركيب روايات تركيب كلها تركيب روايات إحنا ما عندنا غير القرآن اللي ذابط متواتر وصحية البقائية روايات كلها صدقون بها بأن الأمر ليس على ما قالوه هذا الطوسي يقول ولو صحة إذا لازم يصير هالشكل يعني يطلع بسرعة لجاز أن ينقض الله العادة لضرب من المصلحة يطول أمره واستشهد الصدوق والطوسي بغيبات الأنبياء السابقين مثل موسى بن أمران موسى بن أمران راح لكم يوم بالجبل حتى يتلقى الوحي من الله مو غاب وخلى أخوه هارون يعني يدير شؤون اليهود مو انقطع عنهم نهائيا ويوسف بن يعقوب ويونس بن متى يونس وطلع لك يوم انطلعت تمساعة يمكن طلع من القرية مو غاب وأصحاب الكهف أصحاب الكهف مو مسؤولين عن يعني شوفوا شلون بس يحاولين تشبثون بكل قشاء أصحاب الكهف يعني هم كانوا أنبياء ولا كانوا أئمة رجال صالحين راحوا اختفوا وفد كهف افترت سالة عمرهم طويل كذا سنة مثلا بس مو هذا مو يعني هم مسؤولين عن ناس حتى يديروهم ويقودوهم وعدوا مسؤولية من الله وتتناقض المسألة هنا تقولون هذا الإمام هو الله معين حتى يقودوا الأمة الإسلامية فما يجوز يغيب غيبة ينقطع فيها عن الناس وصاحب الحمار ونوح وسلمان الفارسي سلمان الفارسي اجدخل بالموضوع والدجال ولقمان بن عاد وربيع بن ضبع ويعرب بن قحطان الذين قيلوا أنهم غابوا عن أقوام الفترات من الزمن يشوروا ربطوا ذلك احنا قدنا نظرية إمامة ريد نقوم هاي النظرية ونصحيحها فغيبة الإمام تتناقض معاه بسهم يجي بتصفير كلام اكو ناس بالتاريخ غايبين ورجعوا سلمان الفارسي ويعني شون غاب ووقت غاب واللقمان بن عاد منه هاي رعد على حادثة يعني كلام تصفير تحتيير بنركبون في النظرية هي نظرية خرافية من قاعد كيفية التأكل